بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية المحاضرة للصف الثالث المتوسط الكيمياء الفصل التاسع الزمرة السابعة تتكون الزمرة السابعة من عناصر الفلور والكلور والبروم واليود والستاتيم الهلوجينات هي عناصر تتميز بصفات لا فلزية عالية وشديدة الفعالية لذا لا توجد حرة في الطبيعة بل متحدة مع عناصر أخرى وتقع ضمن الزمرة السابعة في الجدول الدوري وعناصرها مثل ما ذكرنا هي الخمس عناصر وتعتبر مواد ملونة صفات العامة لعناصر الزمرة السابعة الهلوجينات أولاً تحتوي جميع عناصر الزمرة السابعة على سبع ألكترونات في غلافها الخارجي سبع ألكترونات وتميل في تفاعلاتها إلى اكتساب ألكترون واحد لإشباع غلافها الخارجي وتتدرج قابليتها على اكتساب الألكترون من الفلور إلى اليود توجد الهلوجينات في درجة حرارة الاعتيادية في حالات فيزيائية مختلفة فالفلور والكلور غازات والبروم يود والبروم سائل العفو واليود صلب الهلوجينات مواد ملونة لأنها تمتص جزء من الأشعة المرئية التي تسقط عليها تزداد درجة انصهارها وغليانها مع ازدياد العدد الذري ذات صفات لافلزية عالية من أهم العناصر التي سنأخذها في هذا الفصل بالنسبة له الفصل التاسع هو غاز الكلور الكلور الرمج الكيميائي إلى سي أل والعدد الذري مع تسباط عشر وعدد الكتلة خمسة وثلاثين الترتيب الألكتروني للذرة الكلور الغلاف الأول يحتوي على الكترونيين والغلاف الثاني يحتوي على 8 الكترونات والغلاف الثالث يحتوي على 7 الكترونات أول من تعرف على غاز الكلور هو العالم شير من خلال تفاعل ثناء أكسيد المنغنيز MNO2 مع حامض الهادروكلوريك المركز حدنا تعليل هنا يكون الكلور في معظم مركبات أحادي التكافؤ والعدد التأكسدي له سالب واحد كما في NACL كلوريد السوديوم الجواب هنا من أسئلة هذا سؤال من أسئلة الفصل لأنه ذرة الكلور يميل اكتساب ألكترون واحد لأن عناصر هذه الزمرة كلها تميل إلى اكتساب ألكترون واحد لغلافها الخارج والغلاف الثالث الذي يحتوي على 7 الكترونات وتكوين أيون كلوريد سالم إذن هنا كنا عرفنا عناصر هذه الزمرة تحتوي على الغلاف الأخير على 7 الكترونات وحتى تستقر وتميل فتميل إلى اكتساب ألكترون ويكون العدد التأكسدي ماته هو سالب واحد وجود الكلور لا يوجد حر في الطبيعة الجواب هذا التعليل لفعاليته الكيميائية العالية يوجد أو لشدة فعاليته يوجد بشكل مركبات أهم كلوريد السوديوم ملح الطعام NACR أكثر الأملاح انتشارا في الطبيعة فهو يوجد فيه من نسبة لملح الطعام في ماء البحر في ترسوات الملحية تحت سطح الأرض علل لا يوجد لكلور حر في الطبيعة هنا أنا ذكرناها الجواب ما له النموذجي بسبب فعاليته الكيميائية العالية والاتحاد بسهولة مع غيره من العناصر وتقوين مركبات الكلور سننا نعدنا سؤال وضح مع الرسم الجهاز وكتابة المعادلة الكيميائية وطريقة تحضير غاز الكلور CL2 مختبريا مع ذكر أهم الخواص لهذا الغاز يحضر من أكسدة يحضر غاز الكلور نكتب من أكسدة حامض الهدركلوري كالمركز بواسطة ثناء أكسيد المنغنيز هذه المعادلة لمعادلة حامض الهدركلوري كالمركز الأكسدة بواسطة ثناء أكسيد المنغنيز بالحرارة رح ينطينا نحصل على الكلور والتخلص من غاز تخلص غاز الكلوري الناتج من الHCL حتى نتخلص والماء الرطوبة اللي رح تطلع عنه يمرر على قناني حاوية على الماء وحاموض الكبريتيك على التوالي هذا الرسم الجهاز مالته يسلك ثناء ملاحظة هنا يسلك ثناء أكسيد المنغنيز MnO2 في هذا التفاعل تحضير غاز الكلور سلوك عامل مؤكسد وليس عامل مساعد حيث يستهلك بعد انتهاء التفاعل لانه هنا عامل مؤكسد وليس عامل مساعد ونشوف هنا في الناتج مطلع عنه هنا وهذا الرسم جهاز التحضير غاز الكلور هذا الدورق انبوب مقمع وانبوب توصيل هنا بعد ان يمر في قناني مثل ما قلنا قناني بهماء وحاموض الكبريتيك على التوالي حتى يتخلص من ارتباط الغاز الكلور مع حاموض HCL هو شكرا اشتركوا في القناة